بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع مع الحلقة رقم 36 في كورس تأويل الرؤى والأحلام بعيدا عن الدجل والأوهام بعنوان هند ابن أبي هالة يصف المصطفى صلى الله عليه وسلم بداية من هو هند ابن أبي هالة هند ابن أبي هالة صحابي ابن السيدة خديجة بنت خويلد وربيب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأخو فاطمة الزهراء وزينب بنت محمد ورقية بنت محمد وأم كلثوم بنت محمد من أمها وخال الحسن والحسين كان هند ابن أبي هالة فصيحا بليغا وصافا وصف الرسول فأحسن وأتقن شهد مع الرسول بدرا وقيل بل شهد أحدا استشهد مع علي ابن أبي طالب يوم الجمل وهاهو الآن يصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان الرسول متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة ولا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأجداقه لا بأطراف فمه ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير ذمثا ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم شيئا ولم يكن يذم ذواقا ما يطعم ولا يمدحه ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها سماحة وإذا أشار أشار بكفيه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل الغمام وكان يخزن لسانه إلا عما يعنيه يؤلف أصحابه ولا يفرقهم يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحضر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويصويبه ويقبح القبيح ويهنه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفله أو يمينه لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساه ومؤازرة كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ولا يوطن الأماكن لا يميز لنفسه مكاناً إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول وقد وسع الناس بسطة وخلقة فصار لهم أباً وصاروا عنده في الحق متقاربين يتفاضلون عنده بالتقوى مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تنتهك فيه الحلمات لا تخشى فلتاته يتعاطفون بالتقوى يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويرفدون بالحاجة ويؤنسون الغريب كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفرق ولا غليظ ولا صخاب ولا فاحش ولا عتاب ولا مداح يتغافل عم لا يشتهي ولا يقنت منه قد ترك نفسه من ثلاث الرياء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس في ثلاث لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث من تكلم عنده أن سطء له حتى يفرغ حديثهم حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويعجب مما يعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق يقول إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفضوه ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من حلقة اليوم إلى أن ألقاكم في الحلقة التالية لكم خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته